أكثر من شهر مر على اختطاف ميليشيا الحوثي للصحف محمد المياحي في العاصمة الصنعاء كل يوم مر على أسرته مر ثقيلاً متخماً بالعبرات والحزن والمخاوف ترفض ميليشيا الحوثي حتى الآن الادلاء بأي معلومات عن مكان تواجده وصحته بحسب محام الصحف محمد المياحي فإن ميليشيا الحوثي تحاول إخفاء موكله بشكل قسر ولا تسمح لأسرته بالتواصل معه أو زيارته المحام قال في منشور له على فيسبوك إن أبواب القضاء موصدة أمامه ولم يصل مع النيابة العامة إلى أي حلول ممكنة وأوضح أنه فشل في إلزام جهاز المخابرات التابع للميليشيا بالإفصاح عن مكان احتجاز المياحي مشيراً إلى أن الحوثيين يتهربون من الإدلاء بأي معلومات تتعلق به وكانت نقابة الصحفيين قد أكدت أنها حصلت على معلومات عن تعرض المياحي لإجراءات انتقامية من قبل الحوثيين محملة إياها مسؤولية سلامته وفي السياق ذاته طالبت منظمة مراسلون بلا حدود الحوثيين بالإفراج الفور عن الكاتب الصحفي محمد المياحي المخفي قسراً في سجون الميليشيا وأكدت المنظمة أن غياب أي معلومات عنه منذ إخفائه قسراً يثير مخاوف جدية بشأن صحته وسلامته مطالبة بكشف مكان احتجازه والإفراج عنه دون أي شروط وحذرت مراسلون بلا حدود من استمرار إخفاء المياحي كون ذلك يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير هذا وكانت ميليشيا الحوثيين قد اختطفت المياحي من منزله بصنعاء في العشرين من سبتمبر الماضي على خلفية مقال انتقد فيه ممارسات الميليشيا في البلاد